بسم الله الرحمن الرحيم وبينا السعين نبدأ المهاضرة الخامسة من كرس تصميم محطات رفع الصرف الصحي والخاصة بالمصافي أو شباك حجز الرواسط سكرين وكذلك المفارم أو الجرايندر تستخدم المصافي أو شباك حجز الرواسط في محطات رفع ومحطات المعالجة الأولية للصرف الصحي بتعمل على إزالة الجزيئات الكبيرة من المواد العائمة والعالقة من مياه الصرف الصحي من خلال المصافي الخشنة أو الوسعة أو بتسمى الكورس سكرين وهو ما سيأتي بالتفصيل راحقا المصافي أو الشباك هي أول ما تقابله مياه الصرف الصحي سواء داخل محطات الرافع أو المعالجة ويتم ذلك من خلال مجموعة من القطبان أو الأسياخ المتوازية المائلة والمثبتة على مسافات معينة على مصورة الداخل أو داخل قنوات خاصة والمصافي تكون ذات فتحات دائرية أو مستطيلة وتسمى المصافي المؤلفة من قطبان أو أسياخ متوازع به الراك والراك في القموس بتسمى رف أو مسند والمقصود بها أنها الراف اللي بيرفع الرواسب إلى أعلى وتقوم المصافي بعمليها لقرض حماية الترمبات والمحابس والخطوط من التلف أو الانسداد بالمواد الصلبة العائمة أو المعلقة بالصرف الصحي ودائما ما تكون جرفة المصافي ذات مقطع عرضي من 200% إلى 300% من ضعفين إلى ثلاث أضعاف من قطر مسورة الداخل ويجب أن يكون القناة يكفي لمنع وجود دوامات حول أو خلال قطبان المصافي والشكل في الأسفل بيوضح الكروكي بيوضح المصافي اليدوية أنواع المصافي وتقسم المصافي عمتا من خلال قيمة فتحات الدخول إلى ثلاث أقسام الأوبنينج سكرين من اليسار أولا المصافي الخشنة أو الوسعة أو الكورس سكرين وهي زات فتحات من 6 إلى 50 ملي متر وبتنقسم إلى مصافي يدوية ومصافي ميكانيكية وبتستخدم في محطات رفع الصرف الصحي ثانيا في الوسط المايكرو سكرين زات فتحات أقل من نص مايكرو وتستخدم في معالجة الصرف الصناعي ولا تستخدم في محطات رفع الصرف الصحي ثالثا إلى يسار فاين سكرين أو المصافي النعمة أو الضيقة وهي زات فتحات أقل من 6 ملي وبتنقسم إلى نوعان استواني دائري روتري درام أو مصافي استاتيكية ستاتيك سكرين ولا تستخدم المصافي النعمة أو الضيقة في محطات رفع الصرف الصحي وسوف نقتصر هنا على شرح المصافي الخشنة فقط كورس سكرين لاستخدمها في محطات الرفع وباقي أنواع المصافي إن شاء الله سيتم شرحها باستفادة وبالتفصيل في كورس تصميم محطات معالجة الصرف الصحي القادم إن شاء الله المصافي الخشنة كما وضحنا سابقا استخدم في محطات رفع ومحطات المعالجة الأولية أو الابتدائية النوع الشائع منها هو مصافي القطبان أو الأسياخ البار راك سكرين النوع الثاني مصافي الواير أو الأسلاك الواير راو بسكرين وبتعمل هذه النوعية يدويا أو ميكانيكيا والأنواع اليدوية تعمل في محطات الرفع والمعالجة الابتدائية زياد التصرفات الأقل من 5000 متر مكعب يوم والشكل اللي على اليسار بيوضح مصافي يدوية بيتم فرز البراط الابنينج براط ديات بيتم تنظيفها من خلال شوكة يدوية والشكل اللي على اليسار أحد أنواع الميكانيكا الكيلينيت بار سكرين أحد أنواع المصافي الميكانيكا تصميم المصافي يجب الأخذ في الاعتبار عند اختيار وتصميم المصافي الأتي واحد الدرجة المطلوبة لإزالة المخلفات نوع المصافي أو فتحات المصافي كلما ضاقت فتحات المصافي كلما زادت كمية المخلفات كلما استخدمنا أنواع مصافي معينة لا يصلح معها الفتحات المطلوب استخدامها وبالتالي لابد من تحديد الدرجة المطلوبة لإزالة المخلفات أو نوعية المخلفات السلامة والصحة المهنية للعملين على حسب نوع المخلفات أو نوع المياه الوردة للمحطة إذا كان الصرف الصحي أو الصرف الزراعي أو الصناعي صرف صناعي لابد من اتخاذ كافة مهمات السلامة والصحة المهنية للعملين في هذا المجال والعملين بالذات على المصافي اليدوية بالنسبة البند الثالث الروائح والغازات المياه الصرف الصحي بالذات في مياه القنوات العميقة بيركب سكرين تحت سطح الأرض وبأعماق بتصل إلى تسعة وعشرة متر ويمكن أكتر من ذلك بيتتولى الغازات ممكن كبرتيد هيدروجين أو ميسان أو أمونيا فلابد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لهذه الغازات من خلال الفنتليشنز المطلوبة لهذه الأنواع أو بصفة دائمة تملي تحليل الغازات داخل القرفة اللي ممكن بيتمي فيها الصيانة أو الإصلاح لهذه المصافي النقطة الرابعة طريقة التعامل والنقل والتخلص الأمن من مخلفات المصافي النقطة الخامسة اختيارات التخلص الأمن من مخلفات المصافي كمر، حرق، دفن وهكذا قنوات المصافي بتكون دائما قنوات المصافي أفقية بميول تسمح بالسرعة المطلوبة قبل الدخول على الأوبنينج ولا تسمح بالترصيب فقد الضغط لا يزيد عن 15 سنتي أو 150 ميلي للمصافي اليدوية و150 ميلي إلى 600 ميلي للمصافي الميكانيكي وده هيتم حسابه لاحقاً تصميم قنوات المصافي ذات القبان يتم تحديد المقطع العرضي للقناة من خلال معادلة الاستمرارية تصرف يساوي المساحة في السرعة وبالتالي يحدد المساحة تصرف تصميم على السرعة على السرعة في قنوات المستطيلة فإن نسبة الدبس للويتس بتساوي 1.5 ومن هنا وصلنا لمعادلة موجودة في الكتب لكن مش موجودة في الكود المصري وهنرجع لها بعدين بعد ذلك لحساب الهيت لوسس خلال فقط الضغط خلال السكرين الهيتش لوسس بتساوي الـ VB الـ VB اللي هي الفلوستي صرور الأوبنينج ناقص الـ VA سكويرز الأبروتش فلوستي على 2 في عجلة الجاذبية الأرضية مضغوبة في 1 على 0.7 الـ 1 على 0.7 تقريبا هو مقلوب الـ 1 على 1.5 لكن هما محدش يعني تكلم عن مصدر المعادلة دي الـ 0.7 بسرعة الـ 0.75 بسرعة والـ 0.7 رائع الـ 0.75 الخلال رائع نعطي بسرعة 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 الارياء نت تساوي الارياء بار سكرين مضروبه في الاس اللي هي الاسباس بين البرات على الاس زائد التي والتي هو السكرس للسكرين بار هنتكلم بعد كده على المعادلات تفصيلين في مساء المحلول ان شاء الله والنبر اف بار سكرين بيجي من المعادلة ان الان اللي هو النبر اف بار مضروب في التي بار اللي هو السيكنس بتاع البار زائد الان ناقص واحد اللي هو عدد البرات ناقص واحد مضروب في الاسباس اللي بتوين البرات كل ده بيساوي الويتس يعني اما احبه احسب الويتس بتاع الشانلز اللي في السكرين هو بحسبه من الان مضروبه في التي سيكنس زائد الان ناقص واحد في الاس بس كمالا لتصميم المصافي كما ورد بالكود المصري سرعة الافقية للدخول من 6 الى 1 و 2 متر سنية السرعة الافقية خلال فتحات المصافي من 3 الى 1 متر سنية مركبة السرعة الأفقية العمودية على المصافي لا تزيد عن 6 من 10 متر ثانية والمسافة بين البراط أو القطبان في المصافي النعمة الفاين سكرين من 25 ميلي إلى 50 ميلي وفي المصافي الخشنة الكورس من 25 إلى 75 ميلي زاوية ميل المصافي في المصافي اليدوية من 45 إلى 60 درجة الميل مع الأفقي والمصافي الميكينيكية من 60 إلى 80 درجة ميل مع الأفقي كمية مخلفات المصافي لو مش عايز أعمل حسابات ليها فأحسبها على 20 لتر لكل 1000 متر مكعب يوم مقصات البراط أو القطبان العرض من 1 إلى 2 سنتي أو الطول من 2 إلى 6 سنتي فاقد الضغط خلال المصافي في بداية التشغيل من 10 إلى 15 سنتي معادلات حساب فاقد الضغط بالمصافي بيتم استخدامها بالمقارنة منها وبين فاقد الضغط في المصافي المذكور في الكودة المصري من 10 إلى 15 سنتي المذكور سابقا ويتم استخدام قيمة متوسطة بين النتيجة بين المعادلات والمجائب في الكودة المصري أول معادلة ودي الكودة المصري كريشمار إكويشن الاتشلوسيس بتساوي البي البي ده بار شيف فاكتور ده فاكتور بيتحط نتيجة شكل البار الراكب في السكرين ده قيم محددة أربع قيم لأربع أشكال للبارات و الـ W على البي الـ W ده الـ With البر إلي بيقابل الفلو عرض البار ... و الـ and و المسافة أو الابنج اللي بينا البارات قص فورة على أربعة على ثلاثة مضروب فيه الـ HV الـ Home الـ V و أستخدم الـ V و هنا Geometric Mean of Approach الـ الـ المعادلة الثانيين موجودة في الكتب الهيد لوسيس روزا كلينت اللي لسه متكلمين عليها وهي الهيد لوسيس واحد على سبع من عشرة في الفي سكوير ناقص الفي سكوير على اثنين جي او في كتب تانية بتكتبها ان هي بيقسم الواحد على سبع من عشرة وبيضرب في الاتنين على جي وبيطلع قيمة لا بوين زيرو سبعة اثنين تسعة في الفي سكوير ناقص الفي سكوير وبنحسب من هنا الهيد لوسيس وبقارن الناتج بين العشرة والخمستاشر سنتي اللي موجودين في الكتب المصري معطلة الثالثة دي خاصة بالفاين سكرين وما نيجي نتكلم في محطات المعالجة ان شاء الله نستخدمش في محطات الصرف على الصرف الصحي ويتم ذكرها لاستكمال معادلات حساب الفاقد قبل وبعد المصافي وهنتنوالها ان شاء الله في كورس محطات معالجة الصرف الصحي ان شاء الله بالتفصيل استكمالها لتصميم السكرين السكرين اللي موجودين اللي هنشتغل عليهم هم منوعين النوع الاولاني هو التشين سكرين او المصافي الميكانيكية اللي عملها بالسلاسل هذه النوعية بقيها اجزاء ميكانيكية بتعمل تحت الماء بالذات السبروكتس السبروكتس دي قطعة مسننة زي الجير او الترس بتتلف عليها السلاسل اللي تشين وفي حالة تلافها او صيانتها بتبقى صعبة جدا بحتاج ان انا بنفك اللي تشين كلها ونطلع فوق ونشتغل فيها فبالتالي الموضوع بيبقى مشكلة صيانة في اللي تشين لهذه النوعين لها تلات انواع على اساس طريق التنظيف ورفع المخلفات طريقة التنظيف والعودة من الامام من امام السكرين دي اكثر كفاءة في التنظيف والمصافي في الحالة دي عرضة للتعامل مع المواد الصلبة المجمعة بسبب احتمال وجود توقف للجير او الاتشين النوع الثاني التنظيف امامي والبرك بيرجع من ورا السكرين في الرجوع خلف من خلف السكرين في الحالة دي المصافي بتكون اقل عرضة للتعامل مع المواد الصلبة المجمعة النوع الثالث التنظيف والعودة من خلف السكرين ودي لها تتعارض مع المواد الصلبة المجمعة نوع الثاني من المصافي الميكانيكية اللي بتشتغل فيه حتى ترفع الصرف الصحي المصافي الميكانيكية العاملة من خلال الواير او الكابلات ودي مخصصة للقونات العميقة قنوات العميقة والوسعة وبتتطلب مساحة ويمكن تركيبها رأسية مما يتطلب مساحة اقل للتركيب في حال التركيب ممكن تركيب المصافي اللي عاملة بالواير والكابلات رأسي فبالتالي المساحة المطلوب للتركيب تبقى اقل تتكون من جزئين رئيسيين اجزاء مغمورة برات المصافي والدليل دليل المصافي الدخول والقعدة وعد التركيب اثنين اجزاء اعلى وقرفة شاسية واحدة تفريغ المخلفات ونظام التنظيف هنتكلم على انواع المصافي اللي ممكن استخدامها من النوعين اللي كلمنا عليهم اللينير ميكانيكل ده نوع من المصافي مفيش موفينج بارتس لاندر ووتر في الماية تحت والنوع دوت ممكن بيشتغل وبيعمل في الديب شانيلز ومفيش مشكلة عنده في الهيط والبارس بيسنج بتاعه من 10 الى 50 والمونتنج انجل من 60 زاوية التركيب من 60 الى 75 والسبيد 10 متر في دقيقة والريتر باور من حد واحد واحد من 10 كيلواط اى ووتس الشارج هيهيت هذه القصود من اعلى من الووتر ليفل الووتر ليفل تحت ويحسب عليه بقى يزود 80 سنتي او يزود 2 متر أعليه From operation level الشانيل ووتس من 80 سنتي 800 ملي ل 2 متر و 2 متر لأي معلومات عن طريقة الوبرائشن ممكن نتفرج على الفيديو الموجود على اليوتيوب خاص بالنوايات الكابل الوبرائت اللي تكلمنا عليه يبقى فيه درام فوق فيه كابلز ويرز هو اللي بيشيل الراكات ويطلعها وينزلها فبالتالي ما يبقاش فيه اي موفينج بارت عند الوطر ما فيش اي موفينج بارت اي اجزاء متحركة خالص قطصة مجنورة في الماء والنوع دوت بيستخدام باردو بس سيليوشن سفر هاي ووتر ليبل ام يبقى منصوب الماء المرتفع ويفضل اللي في محطات ترفع السرف الصحي والبارس بيسنج بتاعه بين عشر الى خمسين والمونتنج انجل من ستين لخمسة وسبحين والسبيد عشرة متر ديئة والريت الباور لحد واحد من عشر كيلوات وتشارج باردو تمنمية الالفين وتشارج باردو تمنمية الالفين واخر سوريا والاي معلومات اضافية اليوتيوب فيلم جوبة لنفس النوعية الكيبول افتد النوع الثالث ترافلينج جراب سكرين دا ما بيبقى الووتس بتاع الشانلس كبير جدا زي المحطة اللي موجودة قدامنا في الصورة انه عندي ثلاثة سكرو بامس وكل سكرو بامس لها شانل كل الشانل فيها سكرين فبالتالي في نوع اسمه ترافلينج جراب سكرين دا نوع اقتصادي في الحلقة دا ان واحدة التنظيف بتبقى واحدة واحدة بتنزل تنظف الشباك لكل شانل ترافلينج جراب سكرين دا نوع اقتصادي وكان كلين سيفرال شانلس ان بارلل اي شانلز ان بارلل بيبقى الوينش بيعد عليه ويتنزل واحدة التنظيف وتشتغل وتبقى شغالة كورس سكرين ما تنفعش تشتغل الفاين والبارس بيس بتاعها لابد يبقى اربعين ميلي او اكبر ويوجد فيديو خاص بيها تحت الباك راكت سكرين بيبقى في ملتب الراك مونتد متركبين خلف السكرين خلف البارس سكرين موفينج باي تشين بيتحرك بالتشين بالسلاسل والنبر اوفراكس بيبقى تبقى لحجم الاكسام الصلبة اللي انا متوقعه بيتصمم عليه وتستخدم اكتر في المحطات اللي هي الشانلز بتاعاتها ضيقة والبارس بيسنج خمسة ميلي او اكتر والبارس بيسنج خمسة ميلي لخمسين ميلي والمونتنج انجل من ستين لخمسة وتمانين والسبيت برضو عشرة متر في المينت والريتت باور بوين سيفن فايف كيلو وات وتشارج هايد برضو من تمانية للمترين 880 سنتي المترين والشان الويتس من 40 سنتي ضيقة حاجة لحد متر ونص وفي فيديو تحت لو دخلتوا عليه هتلاقوا الباكراكس كرين طريق تشغيله جرايندر وبتسمى ايضا الاطاعة او المفرمة او الطحونة وبتقوم بقاطع اي قطع كبيرة في مياه الصرف الصحي لقطع اصغر مما يقلل من الضرر بمراوح الترمبات والمحابس والمواسير تتكون من مجموعتين من القواطع في دوران متقابل وبيتم التعامل مع القطع الكبيرة وتقطعها الأجزاء صغيرة وعادة بتكون الأجزاء في حدود الستة ميلي مجموعات القواطع بتدور بسرعات مختلفة وفي امكانية للدوران العكسي لإصلاح اي انسادات والشكل المقابل بيوضح انلاين جرايندر ركبة على خط الدخول في محطة رفع صرف الصحيح الجرايندر الزنوعين نوع بيركب انلاين جرايندر من خلال مصور الدخول ومصور الخروج نوع بيركب في قنوات او شانيلز على حسب التصميم بتاع الدخول بالنسبة للانلاين جرايندر السلط بتدخل مع الستريم بتخش بين فكي المفارم المفارم او التروس بتقطع القطع الصغيرة 6 ميلي فا اقل وبتخرج اي ترسيب بيباهنة الستريم بياخده بيخرج الحاجات اللي ما بتخشش او ما بتدخلش من اول مرة الستريم بتاع الميت الصرف هو داخل بيدخلها مرة تانية وبالتالي بتدخل وتتفرم وفيها المفارن ديت بتدور عكس زي ما قولنا قبل كده على اساس تمنع اي اشتباكات او اي اتصاق او اي انسادات النوع اللي بتوين الشانيلز نفس الموضوع بالضبط بس الفرق انه ما فيش مش بيطربت بتعمله شانيلز ما بيطربتش بالمواصير ديركت نفس طريقة العمل اول مثال تصميم سكرين عايزين نصمم نصافي خشنه ونحسب الفرط الهد او الضغط قبل وبعد السكرين ومديني شوية معلومات مديني البيئيو ديزاين 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 المسافات اللي بين البارات تبع 24 ميلي وعرض البارة أو عرض السيخ الموجود 10 ميلي ويتس و 50 ميلي سيكنس وقالي تشوز الفري بورد الفري بورد هي المسافة اللي أعلى من منصوب المية نقودها من مصف متر ل 60 سنتي نبدأ في الحل وعشان نتكلم على البارات لو بدنا نحسب الارياء الارياء بتاعت البرات اسمها Clear Area Clear Area تأتي من كونجونيين كيو بيك على في بيك بطلع الارياء الثاني نقطة هو مديني الديبس فبالتالي أقدر أجيب الويتس اللي أنا محتاجه فبقسم الارياء على الديبس ما أجيبي الويتس وهو مديني ان الابنينج هتبقى 24 ميلي فبالتالي هقسم الارياء بتاعت الابنينج على الاربعة وعشرين ميلي بيديني نمبر اف اوبنينج ستة وعشرين نمبر اف من الجنائس واحد بيساوي عدد الاسياخ او عدد البرات يبقى 25 بار عند 10 ميلي والويتس 50 ميلي سيكنس هحسب الويتس بتاع القوضة الشامبر الويتس الويتس بتاع الكلين الفاضي هزود عليه الويتس بتاع البرات 25 بار مضروف في السيكنس بتاع البر بجمع الاثنين على بعض بجيب الويتس بتاع الشامبر بتاع السكرين شامبر الهيط بتاع السكرين واحد ولا اتناشر من مية هو مديني الدبس واحد واثناشر من مية بقسمه على صين ستين لزاوية الميل بيديني الواحد بوينت ستة وعشرين متر بختار ستين سنتي فري دب بجمع ستين سنتي على الواحد ستة وعشرين وباخد شوية اكسس لينس لي وباخد اتنين متر الهيط ارتفاع حساب الهوتلوسيس بستخدم كالشمر اكويشنس اللي موجودة في كود المصري اللي وكلمنا عليها في سلاير حداشر وهنختار الاكترانجولار بار والسيمي سيركولار ابسترين فيس اللي هي البيتا بتاعته واحد بوينت اتسري والدابليو على البيب وان والفي بوينت ناين وبنعوض في المعادلة ونحصل على الهيطلوسيس ايساوي سبعة وستين ميلي المسألة التانية عايز يحسب الهيطلوسيس من خلال الخلال البارسكريين في حالة ما يبقى فيه بلوك دوف فيه انسداد بخمسين في المية من الفلو ارية من الارية الخاصة بالفلو فيه انسداد فيها نتيجة ترصيب اجسام صلبة خشنة ومديني الكنديشن الابروتش فيلوسي السرعة قبل الدخول السرعة خلال البارات السرعة دخول ستة من عشرة السرعة خلال البارات تسعة من عشرة ومديني الابروتش في حالة كلين بار 0.19 متر متر مربع والهيطلوسيس في حالة كلين بار 0.7 متر والبيك ديزاين الفلو 1.321 متر كيوب سكوير والدبسي فلو ان شانل اتبيك ديزاين فلو 1.1 متر بداية الحل تمالي ان انا بدور على كليلر ايريا اللي بتوين السكرين اللي بتوين البرات بتاع السكرين قلنا كيوب ديزاين على الفي بنحسب الاريا كرين وباحسب الكلير ويتس الويتس اللي انا بحتاجه الاريا اللي انا حسبتها فوق الويتس على الدبس اجيبي الويتس الدبس بتاع البيك بأس من الواحد اربعة سبعة على واحد بوينت واحد تمانية بيطلع لي واحد ورابع متر واحد وخمسة وعشرين سمتي متر وخمسة وعشرين سمتي متر وخمسة وعشرين سمتي كلير ويتس اختار خمسين كلير سبيس عندي خمسة وعشرين ميلي اتش فيها يبقى خمسين مسافة فاضية كل مسافة الويتس بتاعها خمسة وعشرين ميلي اتش يبقى توتال كلير اوبننج مجموع المسافات الفاضية الويتس بتاعها الخمسين كلير سبيس في كل سبيس خمسة وعشرين من الف متر يديني في النهاية متر وربع توتال نمبر اوف بارز قلنا نمبر اوف وابننج ناقس واحد يسوي تسعة واربعين بار هجيب الويتس السمك بتاعها 10 ميلي يبقى الويتس ويتس بجيب الواحد وربع لوى الكليير اوبننج زائد الويتس في عددها زائد زائد اخر مسافة بتبقى اللى هي السيكنس الاخير العشرة ميلي الاخير في الويتس وبجمع بيديني الويتس بتاع الشامبر 1.74 من 100 متر وده رسم كروكي للحل تسعة واربعين بار اللى هم رجبين بالطول خمسين كليير اوبننج سبيس بين البارة والبارة ده كليير اوبننج سبيس ده البيك تزاين وده البيك تزاين ويت ويزر خمسين برسنت كلوكينج مسدود مسافة دي فعايز يرفع الفارق الهده من القديق معا فبالتالي يترسب وده الفري بورد الحزبة دي كلها متضاف عليها 10 ميلي اللى هما دول المنضافين اللى هما بقول قاعدة لمن تحت السودة دي المثال الاخير في محاطط رفع الصرف صحي الفلوب بتاعها 17000 متر مكعب دي وفي نيو سكرين لمبيستر سايز اللى هي وحدة تجميع الرواسب او المخلفات اللى بتطلع مخلفات المصافي طولها فعرضها فارتفاعها واحد واثنين متر في واحد بوينت فايف في واحد بوينت ايت متر وبيديك الريت خمسة وعشرين لتر لكل الف متر مكعب وبيسال سؤال بيقولك امتى نجيب متعهد رفع ناتج المصافي للمحاطة كل كم يوم نجيبه يعني بمعنى صح عايز يعرف امتى المصافي بتتميلي في كم يوم في كم ساعة وهكذا دي باسألة سهلة جدا حجم واحدة تجميع المخلفات المصافي هنضرب بالطول في العرض في الاعتفاع 3.240 متر مكعب هنحولها باللتر 3.240 لتر كمية السكرين الريموفد هو مديك الريت ثلاثة وخمسين لتر لكل الف 35 معلش خطأ مطبعي نوصل في النهاية ان كمية الريموفد 596 لتر في اليوم 596 لتر في اليوم 596 لتر في اليوم يديني خمسة ايام وربعة من عشرة دي يعني انا كل خمسة ايام يجي متعاهد نائل المخلفات يفضي الدمبر قبل ما يتميلي منطول عدد من الاسئلة مش موجودين في المحاضرة ولكن مهمين للسكرين بنسأل السؤال الاولاني واتزا بامب الفري باساج هو السؤال التاني هو حكم الاجسام الصلبة التي يمكن ان تمر خلال الامبالر بتاعت البامب هو الفري باساج في نوع من انواع الترمباط اسمها فيها ميزة واحدة وفيها عيوب كتير الميزة بتاعتها ان القلت بتاعها ايا كان قطره وليكن اربعة بوصة مثلا فبالتالي ممكن تخش جواه اجسام صلبة اربعة بوصة وتعدي بدون ما تلمس الريشة لان الريشة بتبقى مرفوعة خالص ما بتقبلش المواد الصلبة مجرد دوران الريشة بيقلب موجات داخل فيليوت كيسنج الموجات هي تنقل المواد الصلبة من الدخول الى الخروج بنفس قطر مصهورة الداخل وتخرج في مصهورة الخارج الكفاءة بتاعتها ان الكفاءة بتاعتها اقل من 50% متشتغلش لحد 10 كوات او 12 كوات مش اكتر من كده مفيش اكتر عن تقريبا من 4 بوصة فيهم في الترمبات ديت وبالتالي استخدامها ممكن يبقى تمن في في السلدج بامس او في حاجات زي كده ده لو احتاجنا ان احنا نركب ترمبات زي كده ايه الكنسترينز الريلاشن بين السكرين بار سبيس عند البامب في فري باسج اما باج اشتغل في محطة رفع بعايز اركب سكرين بعد ما بختار سيليكشن للترمبات ومن السيليكشن دوت بشوف الشركات المنتجة تنتج الترمبات ديت وشوف الفري باسج اللي بيتقول عليه الشركات هلاقي شركة مثلا مدياني 80 ميلي وشركة مدياني 90 وشركة مدياني 100 المية ممكن تمر والتسعين تمر والثمانين تمر هنا بيبقى فيه قرارات كتيرة ممكن نتخذها انا لو خدت المية او التسعين او التمانين لا عايز اخذ التمانين اضطر ان انا اما اجا وصف الطهوم باقول الفري باسج اكتر من خمسة وسبعين ملي متر مثلا فبالتالي اما اقول اكتر من الفري باسج خمسة وسبعين ملي فاكتر بالتالي هقبل التمانين او التسعين او المية طب اذا تخلي التمانين او تسعين او المية ملي يبقى بالتالي انا مضطر الاجسام الصلبة هي نفس الاجسام الصلبة اللي هتمر بين السكرين بارز فلازم السكرين بارز ما تعديش فري باسج سايز للسولدس مقسات السولدس ممكن انها ما تعديش من الريش بمعنى اصح لو انا هجيب بومبا الفري باسج بتاعها مية يبقى السكرين ما يعديش المية وعشرة لان لو عدى المية وعشرة هيخش هيعملي مشاكل في الريش ومشاكل في المحابس وهكذا فبالتالي يبقى مطلوب ان الفري باسج او البارز سكرين اوبنينج الفتحات بتاع البارز سكرين يكون السايز بتاعها اقل من الفري باسج بتاع الترمبا اللي انا بوصفها وده هنتكلم عليه بعدين بس انا حبيت في النقطة دي ان انا اوضح لكم ان في علاقة بين السكرين البارز سبيس بين البارات وبين الفري باسج اللي بيمر من خلال الريش والكل الكوشين ديت هنرد عليها بعدين اما نيجي للشابتر او الليكشور بتاع البامب سيليكشن ان شاء الله ان شاء الله معدنا مع المحاضرة القادمة في الانتيك ديزاين وشكرا جزيلا على انصاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة